سيد عبد الحفيز يكشف موقف محمد هاني من مباراة القمة إيقاف مدرب الأهلي وحلته للتحقيق الأهلي يطالب نقل مباراة النصر للقاهرة سبع غيابات مؤسرة في الأهلي في لقاء القمة محمود الخطيب يتعرض لوعكة صحية اليوم موسمان يستقر على الراحلين في الصيف وموقف الأهلي من الإيقافات بعد انتهاء دور المجموعات عنا من حلقتنا في أخبار النادي الأهلي اليوم مشاهدين ابقوا معنا والبداية مع أخبار الفريق في التدريبات اليوم استأنى فريق النادي الأهلي اليوم تدريباته دون راحة على ملعب التتشي بالجزيرة استعدادا للمواكهة القادمة في بطولة كاس مصر واللي حلتقي فيها النادي الأهلي مع فريق النصر قرر الجهاز الفني دخول الفريق في معسكر ابتداء من السلساء استعدادا لذيء المواكهة واللي حتكون يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى النهاردة قبل انطلاق المران عقد بيتسو مو سيماني محاضرة فنية مع اللاعبين طلبهم فيها بإغلاق صفحة مباراة سنبا التنزاني ودوري أبطال إفريقيا من أجل التركيز في المواجهات القادمة واللي حيكون أولها مواجهة النصر في الكاس تغيب عن المراني اليوم اللاعب والترب وليا مهالم الفريق واللي أعلن سيد عبد الحفيظ أن اللاعب بياخذ على بعض الفحوصات الطبية من أجل الإطمئنان عليه بعد شكواه من آلام في المعدة بينما اكتفى ناصر ماهر بالتأهيل ولم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق بسبب معاناته من نزل برد أبعدته عن المشاركة مع الفريق ولكنه خاط تدريبات تأهيلية خفيفة في الجيم قبل استكمال التدريبات البدنية بالجرية حول الملعب وخضع أيضا لبعض الفحوصات الطبية ياسر أبراهيم مدافع الفريق واصل تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة والأبعدته عن المواجهة الأخيرة للنادي الأهلي واللي كانت أمام سيمبا التنزاني وينتظر الجهاز الفني للنادي الأهلي نتيجة الفحوصات الطبية لللاعب لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته بيتسوم السيماني عقد جلسة اليوم مع الدكتور أحمد أبو عبل طبيب الفريق من أجل الإطمئنان على حالة المصابين حيث يتسلم الجهاز الفني تقرير دوري عن الحالة الطبية لللاعبين المصابين من أجل الوقوف على آخر مستجدات البرامج التأهلي الخاصة بكل لاعب وقرر بيتسوم السيماني أن يكون غدا الأحد هو راحة سلبية للفريق من التدريبات سيد عبد الحفيظ أعلن اليوم بأن محمد هاني المدافع الأيمى للفريق ما زال يعاني من الإصابة وموعد عودته لم يتحدد بعد حيث يعاني اللاعب من شد في العضل الضمة ولن يلحق بمباراة الأهل القادمة أمام نادي الناصر في كأس مصر وستكون عودة محمد هاني وفقا لتحسن حالته من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي اللي بيخضى عليه اللاعب محمود الخطيب رئيس نادي الأهل يتعرض لوعكة صحية اليوم أثناء قيامه بجولة تفقدية لفرع النادي بمدينة ناصر تعرض محمود الخطيب لوعكة صحية عبارة عن آلام في الأزن والطرى لمغادرة الفرع متوجهة للدكتور أحمد عاطف طبيب الأنف والأزن والحنجرة لإجراء بعض الفحوصات الطبية وتلقي العلاج وجاءت جولة محمود الخطيب في فرع مدينة ناصر من أجل الإطمئنان على سير العملية الإنشائية والتي أبرزها الجراج الذي تم إنشاءه على مساحة 33 ألف متر مربع ويستوعب ما يقرب من ألف سيارة تقريبا إقاف مدرب الأهلي وحالته للتحقيق قرارت لجنة التخطيب بالنادي الأهلي إقاف عمر أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي وأحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية قرار إقاف المدرب وأحالته للتحقيق جاء بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على قطاع الكرة والسبب في هذا القرار هو تلقي اللجنة تقرير مخالد بيبو مدير قطاع الناشئين بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي وإمبي في دور الشباب والتي شهدت أزمة كبيرة ومشدات ومشحنات من الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة عمر أنور وبعض العمال من فريق إمبي بسبب الاعتراضات على قرارات حكم المباراة الأمر الذي جعل مراقب المباراة يسجل كل تلك الأحداث سوء حظ كبير بيتعرض له النادي الأهلي قبل أيام قليلة من مواجهة الزمالك في القمة المرتقبة يوم 18 إبريل حيث ضربت الإصابة سبع من اللاعب النادي الأهلي وتحوم الشكوك حول مشاركتهم في هذه المباراة والبداية كانت مع علي معلول والذي أصيف في العضلة الخلفية وبعد أن تعاف اللاعب بشكل شبه نهاية من الإصابة في منتصف شهر مارس الماضي تفاجأ بالام جديدة لتثبت الأشعة عودة الإصابة لللاعب من جديد ويتأكد غيابه عن القمة أيضا محمود وحيد وبالرغم أن محمود وحيد لا يدخل حسابات بيتسو موسمان الأساسية إلا أنه هو البديل الأول والوحيد العلي معلول في تشكيل النادي الأهلي ولكنه استكمالا لمسلسل سوء الحظ فإن اللاعب تعرض لإصابة في العضلة الخلفية هو الآخر وتأكد غيابه عن لقاء القمة بشكل نهائي أيضا في الساعات القليلة الماضية تفاجأ النادي الأهلي بإصابة خمس لعبين آخرين من الفريق حيث تعرض أجيي للإصابة في لقاء الأهلي أمام سنبا التنزاني بسرقل في العضلة الخلفية بينما اشتكى محمد هاني وياسر إبراهيم من الإصابة في العضلة الضامة اشتكى والتربواليا من آلام في المعدة وأخيرا تغيض ناصر ماهر عن المشاركة في التدريبات بسبب نازلة برد وحسب ما كشفت مصادر داخل النادي الأهلي فإن ناصر ماهر وولتربواليا فرصتهم للحاق بالمباراة كبيرة بينما تحوم الشقوق حول مشاركة السلاسي محمد هاني وياسر إبراهيم وجونيور أجيي موقف الأهلي من الإيقافات بعد نهاية دور المجموعات في دور أبطال إفريقيا انتهت مرحلة دور المجموعات من بطولة دور أبطال إفريقيا لمجموعة النادي الأهلي لهذا الموسم 2020-2021 بصعود النادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي من البطولة والتي يحمل لقبها في النسخة الماضية ولكن ما هو موقف البطاقات الصفراء في الفريق قبل دخول المارد الأحمر إلى الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية حصل محمد شناوي حالس مرمى الفريق على انذار في مباراة الأهلي وسنبا التنزاني أشهره له الحكم الجزائري مصطفى غربال في الوقت نفسه كان أيمن أشرف وأحمد رمضان بكهام هم أكثر اللاعبين المعرضين لخطر اللقاء في الدور المقبل بسبب امتلاك كل منهم انذارين حيث لم يتعرض أي منهم إلى بطاقة صفراء في لقاء سنبا الأخير بهذا يكون النادي الأهلي غير معرض إلى إيقاف أي من لعبيه المهددين بسبب عدم حصولهم على أي انذار خلال الجولة السادسة والأخيرة كما أن لوائح الكيف تنص على مسح جميع البطاقات الصفراء مع نهاية دور المجموعات موسيماني يستقر على الرحلين في الصيف يعقد الجنوب أفريقي بيتس موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي جلسة خاصة وحسيمة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي وفي حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الساعات القادمة لحسم عدد من الملفات المتعلقة بالفريق سوف تشهد جلسة موسيماني مع إدارة الكرة حسم ملف الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم مع حسم ملف المعارين وملف الراحلين المدير الفني استقر على تدعيم ثلاث ملاكس قوية في الموسم الجديد في الفريق في الجانب الهجومي والظهرين الأيصر والأيمن والتي يعاني منهما الفريق من نقص عدد في الفترة الأخيرة مصدر داخل النادي الأهلي كشف أن موسيماني حدد اللاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم خلال فترة الانتقالات الصيفية وسيطلب خروجهم للأعارة لمدة موسم وسيكون من بينهم رامي ربيعة وسعد سمير وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا في حال استمرار خروجه عن النص في الفترة المقبلة لا سيما وأنها الفرصة الأخيرة لللاعب وفي حال عدم التزامه سيكون قرار رحيل عن النادي الأهلي قرار نهائي وتأتي رغبة موسيماني في إعارة سناء الدفاع بعد انتظام محمود متولي في التدريبات الجماعية وأشار المصدر لأن المدير الفني طلب تسويق اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمدة موسم في حال تلقيهم عروض وموافقته عليها خاصة وأنه كمدرب يرغب في منح الصفقات الجديدة فرصة المشاركة للوقوف على مستواهم الفني والبدني مع الفريق كما أن موسيماني طلب من لجنة التخطيط إيجاد طريقة مناسبة لتسويق اللاعبين في الخليج اختتم المصدر كلامه بأن موسيماني أكد في تقريره الفني أن حسين الشحات ومحمود كهرباء لم يستفد الفريق منهم بالشكل المطلوب والمناسب بإمكانيات كل لاعب وأن السوشال ميديا أسرت على تركيز اللاعبين في الفترة الأخيرة أكد مصدر بنادي الأهلي طلب نقل مباراة كأس مصر أمام فريق الناصر إلى القاهرة بدلا من الإسكندرية حيث قال المصدر بأن الأهلي طلب مواجهة الناصر بكأس مصر يوم 14 إبريل في القاهرة بدلا من الإسكندرية وقام نادي الأهلي بإرسال خطاب رسمي للتأكيد على رغبته في خوض المباراة في القاهرة توفيرا للجهد والوقت وأكد أيضا في خطابه أن نادي الناصر يرحب هو الآخر بإقامة المباراة في القاهرة توفيرا للنفقات كما أن نادي الناصر سبق وأن خاطب اتحاد الكرة الأسبوع الماضي وبشكل رسمي وطلب أن تقام المباراة في القاهرة وليس الإسكندرية خاصة وأن الفريقين ينتميان لمحافظة القاهرة وكده خلصت معكم حلقتنا مشاهدين اليوم أتمنى أخبارنا تكون نالة تعجبكم في النهاية عزيز المشاهد لا تنساش تعمل بعمل لايك للفيديو ولكنت بشاهدنا الأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل رمز الجرس ليصلك منا كل جديد شكرا لكم مشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة